مساء الخير في ناس بتحب تفطفض مع اي حد حتى لو كان حد غريب ما تعرفوش عشان كده تلاقي ناس بتفتح قلبها لحد ركب جنبها في القطر او في الطيارة ممكن تحكي ادق تفاصيل حياتها بعد ما الرحلة تخلص كل واحد بيروح في طريق صاحب الفطفضة بيحس ان هو ارتاح شال حملة قيل كان على قلبه ما كانش عارف يرميه على مين فيحكي لحد مش هيشوفه تاني بدل ما يحكي لحد قريب او صاحب ممكن يعيرو بيه في يوم الايام ده اللي عملته سلوة بطل القصة حقيقية النهاردة لما حصلت بينها وبين جزها مشاكل كتير قررت ان هي تفطفض مع حد غريب بس اتفجأت ان الدنيا كلها اتقلبت عليها وان هي ورطت نفسها في مشاكل ملهاش اول من اخر طب مين الغريب اللي هي فطفضت معي و ايه اللي حصل بعد كده تعالوا نسمع الحكاية من الاول ونشوف سلوة بعدها تقول لنا ايه اسمي سلوة وعندي 26 سنة اتخطبت وانا عندي 21 سنة لابن عمتي رغم اني ماكنتش اعرفه خالص لانه كان عايش عمره كله في محافظة تانية مع العلم ان فرق السن بيننا 17 سنة وانا معاي رسانس وهو مع ابتدائية وفي الاول اخويا كان مش موافق عالجوازة دي بس ابوي وامي كانوا موافقين فضلت مترددة حوالي شهر قلت اكيد ابوي وامي عارفين مصلحتي لقيت نفسي في النهاية مسترياحة قلت لهم انا موافقة كنت فكرة ان انا هقعد معاه مرة على الاقل من باب التعارف بس فجئت بيه جاي هو واهله في اليوم اللي اتقدم فيه واتفقوا في الاعداد دي على كل حاجة من ذهب وعفش وكل تفاصيل الخطوبة وبعد كده قعد معاي وكان جايب لي شوكولاتة واتكلم معاي بطريقة كويسة سألته عن سنه قال لي انه عنده تلاتة وتلاتين سنة بعدها بيومين عرفت انه كدب علي وعنده سبعة وتلاتين بس انا كنت خلاص استلطفته ودخل قلبي وقلت النفسي مش مهم يمكن مرضيش يصدمني بسنه لحسن ارفضه ومش هتفرق كم سنة دول طب بقولك ايه يا سالو ملفتش نظرك ان اللي يجدب في حاجة صغيرة ممكن يجدب في حاجة كبيرة بس تعالوا انكام كل حاجة وقتها تمت بغير رضا اخويك كبير بس انا حبيته حب عشق واتجاوزنا بسرعة ودخلنا في بيت عائلة وبعد الجواز حملت على طول وهو سافر تاني لشغله من بعد الولادة على طول ابتدت تظهر المشاكل اول مشكلة حصلت كانت ايام الكورونا وامي ساعتها تعبت قوي كنت عايزة زورها فقلت له في التليفون قال لي طي شوية كده فانا فتكرت ان هو يقصد اني اروح لها كمان شوية ورحت عند قومي اليوم ده لما اتصل بيا ولقاني هناك حلف علي اني مرجعش فضل ما قطعني ما بيكلمنيش شوية كتار وبعد كده نزل من الصفر على العيد الكبير حماتي ساعتها سخنته وقالت له اني ما كنتش بساعة سلفتي في شغل البيت واني ما كنتش بمدي ايدي في حاجة وعدت ايام العيد من غير ما ييجي يسأل علي ولا شاف بنته وبعد كده جيبتنا ساعتها فرحت جدا فتكرته جاي اخدني اول ما شافني بقرب منه وعلى وشي فرحة كبيرة رح بصصلي من فوق لتحت وقال لي انا مش جاي اخدك على فكر انا جاي اشوف البنت كانت الهدوم اللي هو لابسها مكوية ومخسولة وهو كانت علاقته بمرأة اخوه قوية جدا وكان بيقدرها قوي دايما بيعمل لي بطريقة مش كويسة قدامها لدرجة انه كان بيقولني انها احسن مني المهم ان انا اتغسط منه بعد ما قال لي انا اصلا مش جاي اخدك وبعد ما ميشي قلت اه هو مش محتاجني في حاجة مرأة اخوه غسله دومه وكوية هاله ومخليها مش محتاج حاجة فاهله سمعوا الكلام ده كبروا موضوع وقالوا اني خط في شرفها وانا والله العظيم ما قصدتش كده خالص انا قصدت انها بتعمل شغل البيت ولغي وجودي وبس وبعدها حصلت قاعدة كبيرة حصل صلح ورجعت البيت وجوزي سافر كان خلاص اتغير معايا تماما ما بقاش يكلمني في التليفون بسبب شغله لحد ما في مرة بنتي تعبت جدا جات لها نزلة معوية حد والله العظيم ما حدش من اهله كان بيطلع ولا يسأل عليها ولا علي فكلمت الدكتور بتاعه وقال لي لازم تروحي تعلق لها محليل في المستشفى بسرعة لما اتصلت بجوزي وحكيت له قال لي ما تطلعيش من البيت انا هتصرف واخلي حد يجي يعلق لها محليل في البيت قمت من غيزي وخانقتي رميت التليفون في الحيطة والتليفونة كسر لما جوزي عرف بدل ما يطيب خطري بكلمتين ام قال لي حماتي خدي التليفون منه وعليا الطلاق ما تمسكه تاني بالصراحة يا سالي لما حماتي اخدت التليفون حسيت بيهانة كبيرة قوي ولديني اكتر ان جوزي ما بقاش يسأل علي خالص كان بيتصل بأمه عشان يسأل على البنت ويتكلم مع أهله بالساعات بقيت قاعدة مرمية بين أربع حطان لحد ما كنت هتجنن من الوحدة وفي مرة أبويا كان جاي يسأل علي ويسأل على بنتي قلت له هاتلي تليفون معك وبقيت أكلم أمي من وقت للتاني هي وبقيت أخواتي بس ما كنتش بحكي لحد عم مشاكلنا عشان مشغلش بقى لهم علي ومشغلش بقى لهم بيها وفضلت على الحال ده وجواي واجع كبير نفسي أحكي لحد لحد مفتقر تحد كان بيكلمني زمان قبل ما اتخطب كان حد أعرفه من التليفونه بس معرفوش على الحقيقة فاشتاني وزني بسبب الوحدة اللي أنا فيها وبسبب إن جوزي سايبني مش بيسأل فيه إن أرجع أكلمه تاني بس والله العظيم يا سالي كنت بحكي له إني بحب جوزي وهو مش بيسأل فيه وكنت بسأله المفروض أتصرف إزاي في اللي أنا فيه ده وعمري ما قلت له كلمة حرام أو كلمة وحشة كل الحكاية إني كنت بفضفض مع حد ما يعرفنيش وخلاص ولو جيفت معكم إني بكدب فأنا ما كنتش مضطرة أصلاً إن أبعت لكم أو أحكي المهم جوزي عرف إن معايا تليفون من وراء رح نزل عمل بحث على الخط جاب كشف بالأرقام اللي كانت بتكلمني كلها وعارف إني كنت بكلم الشخص ده ساعتها قلبي وقع في رجلي من الخوف لما لقيته بيقولي رقم مين ده ترعبت قلت له ده رقم واحد خدت علق تموت جاب عمي شهده علي وقعد يقول البنت اللي هي مخلفها دي مش بنتي فضل يضربني بكل جنون وأنا متحملة وبقول بقولي نفسي أنا غلطانة واستاهل لما أهلي عارفوا الموضوع قالوا له يطلقني فأنا رفضت وفضلت أتحايل عليه لقيني بحبه جدا وبموت فيه والله العظيم وقلت له أقسم بالله ما حصلش أي كلام غلط أنا أصلا معرفش الشخص ده في الحقيقة وعمري ما شفته وهو راسه وقال في سيف إني على علاقة مع الشخص ده من قبل الجواز وإني خنته معاه فين وفين مع تدخلات ولاد الحلال وافق إني أرجع له بس فضل مش ناسي اللي حصل كل شوية ضرب وإهانة واشتيمة قصاد الجيران لدرجة إن في مرة كسر علي قط النوم وخلاني أجري على السلالة محافية وخرجت من البيت بجري في الشارع بشعري سبت بنتي من كتر ما كنت هموت بعد يومين عرفت إن أمو جالها كورونا وأبويا راح جاب لي بنتي لإني كنت هجنن عليها وهو جي من غير معاد كان عايز ياخدني كان لسه ضرب معلم في جسمي فرفضت أروح معي ويرتني روحت لأنه حمايتي صحتها تدهورت تعبت جامد جدا لحد ما توفت لما رحت أنا ووالدتي نقوم بالواجب طردنا من البيت قدام الناس بطريقة مش كويسة خالص خلصت الكلام يا سالي عشان الموضوع كبير قوي أهلي رفعوا عليه قضية نفقة تبديد منقلات عشان هو مش راضي يديني أي حاجة من هدومي وهو ولا فكر يسأل علي ولا على بنته مش عايز حتى يحل الموضوع بأي طريقة أنا بحبه يا سالي عارفة إني غلطانة بس أي حاجة عملتها كتخصب عني معترفة بغلطي لكن هو مش معترف بأي حاجة ودلوقتي هو معلقني ولا راضي يحل الموضوع برجوع أو حتى بطلق وصلت ناس كتير قوي وهو رافض أي كلام لدرجة أني ببعت له تسجيل بصوت بنته تقوله بحبك يا بابا وهو مايردش طب بنته زنبها إيه إنه يحرمها من حنانه وأبوته ويخليها عايشة كأنها يتيمة مش عارفة أعمل إيه يا سالي أرفع عليه قضية طلق للضرر ولا أو أسط حد تاني عشان يكلموا ونرجع قولولي أعمل إيه أنا قاعدة هنا عشان قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة سلوى رسالة تعترف فيها إن هي غلطانة بس سؤالي هنا هو في غلطات ممكن تتغفر أو نسامح فيها مجرد إن اللي قدامنا اعترف بيها ولا غلطة أنا غلطة تفرق طب بالنسبة بقى التصرفات جو السلوى ليه عادت تحكيها مين المفروض يحاسبوا عليه طب الموضوع بعد كل ده هيحصل فيه إيه هيحصل فيه إيه كمان طب فيه أمل إنه يتحل والله خلاص كده ما فيش أمل اشتركوا في القناة